بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل الفيديو الحالي ببداية بمفهوم الاسترس والاسترين ده اللي كنا وقفنا عنده المرة السابقة بعد تعرفنا لمعنى الميكانيكس اوف ماتيريال وتكلمنا على انها تأثير القوة الخارجية بتعمل ايه في المقاومة بتاعة المواد الداخلية للانهيار. ومقاومة او اللي بتحصل داخل الماتيريال نتيجة القوة الخارجية بتنقسم لحقتين. اما انها تكون حاجة اسمها استرس او وكمان معها حاجة اسمها استرين. اللي هو الاجهاد الداخلي داخل المادة. اما الاسترين فهو التمدد او الانكماش او التقلص في حجم المادة اللي بنتعامل معها نتيجة اه حدوث قوة داخلية وقوة خارجية. فتعالا نبدأ بحاجة اساسية اللي هي الجسم المؤثر عليه القوة. والجسم في بنسميه ممبر. ده مصطلح مشهور اول ما بنقول كلمة ممبر فهو بنعتبر انه هو جسم. الجسم ده في الغالب بيكون انه هو جسم متناسق في الماتيريل. يعني اه كل الماتيريل بتاعته متجنسة. اه وكمان بنسميه لفظ ايزو اه تروبيك. يعني او الخصائص بتاعة المادة نفسها الخواص الميكانيكية بالذات. بتكون متجنسة في اي مقطع من مقاطع الجسم اللي بندرسه. اه فبالتالي احنا بنبدأ ندرس الممبر ده. عبارة عن ايه? هو عبارة في الاول وفي الاخر على مجموعة من القوة. القوة دي ممكن تكون قوة ميلة. ممكن تكون قوة رأسية. ممكن تكون قوة افقية. القوة الافقية والقوة الرأسية دول ما بيكونش فيهم مشاكل. المشاكل بتكون في القوة الميلة. القوة الميلة دايما لازم نلجأ ان احنا نحللها على محور اكس ومحور وي. فبالتالي على محور اكس ومحور Y لازم نحلل القوة F فمنحلل القوة F F كوزين سيتا و E F صين سيتا بحيث ان احنا نشيل القوة الميلة ونخليها في اتجاهين اتجاه افقي و اتجاه رأسي هي دي كقوة بالتالي كل القوة الخارجية دي هتتحول لقوة في اتجاه واحد في اتجاه واحد على مساحة المقطع الخارجية طيب دي القوة الخارجية القوة الخارجية دي لما نبص على الجسم الاول او الممبرين الاول هنلاقي ان القوة اللي برا دي بتحاول انها تفصل الجسم او تشد الجسم من نقطة معينة بحيث انها تفصله عن بعض دي القوة الخارجية وبالتالي نتيجة ان القوة او الاتنين قوة الخارجيين دول بيحاولوا ان هما يشدوا الجسم في اتجاهات مختلفة فبالتالي بتلجأ ان انت تتجه لفكرة مقاومة الجسم نفسه للانهيار لان لو الجسم ده ما كانش عنده اي مقاومة انه ينهار هتلاقي ببساطة شديدة ان نص الجسم راح الناحية دي والنص التاني راح الناحية دي ولكن اللي بيخلي الجسم ثابت هو ان في مقاومة داخلية المقاومة الداخلية دي بنعبر عنها بمجموعة برضو من القوة بتكافئ القوة الخارجية المؤسرة عليها فبالتالي لما نيجي نقطع قطع هنا في الجسم ونبدأ نشوف ايه هي القوة الداخلية النتجة نتيجة القوة الخارجية المؤسرة على الجسم هنلاقي ان احنا عندنا نوعين من القوة هنلاقي ان احنا عندنا مجموعة من القوة الرأسية دي بنسميها الريزيستنس فورس نورمل توبلان او العمودية على مساحة المقطع طبعا مساحة المقطع اللي تم فيه عملية القطع ومجموعة اخرى من القوة بنسميها القوة الافقية ودي بنسميها قوة القص او الشيرينج فورس ودي بتكون قوة موازية لمساحة المقطع فبالتالي القوة الخارجية بعد ما حللناها ووصلناها القوة واحدة خارجية القوة الخارجية دي بتحاول انها تفصل الجسم فنتيجة محاولتها انها تفصل الجسم ظهر عندنا مجموعة من القوة الداخلية القوة الداخلية دي اللي احنا هنسميها الاسترس او النورمل استرس اللي هي عمودية على مساحة سطح المقطع ومجموعة من القوة الافقية اللي هي موازية لسطح المقطع اللي بنسميها الشيرينج استرس نتيجة الشيرينج فورس وبالتالي بقى احنا عندنا نعين من القوة وبالتالي مجموعة القوة الداخلية سواء العمودية او الموازية نقدر انها تنتج استرس او ضغط الاسترس هنا هو المكافئ لمفهوم الضغط باعتبار ان الضغط بيساوي الفورس او القوة على مساحة المقطع كذلك في حالة الاسترس الاسترس سواء احنا بنتعامل مع نورمل استرس او اللي هنديله الرمز سيجما ده هيساوي القوة الرأسية الريزيستنج فورس نورمل تو بلاند اول هنسميها القوة الرأسية واللي يكون الرمز بتاعها ار على مساحة المقطع اللي هي الاي اما الشيرينج فورس وهنديها الرمز تاو شيرينج استرس دي هتساوي برضو مجموعة القوة المؤسرة في اتجاه موازل سطح المقطع اللي هي الكيو واللي يكون كيو على مساحة المقطع اللي هي الاي وبالتالي بيظهر عندنا في الاخر اللي هو اللي احنا هنديله هنا في الرمز بتاعنا سيجما والكيو اللي احنا هنديله اه مفهوم الشيرينج فورس او اه الشيرينج استرس او اللي احنا برمزنا له بالرمز تاو طيب تعالى نفهم الموضوع بشكل اكتر زي ما قلنا نحن كان عندنا قويتين بيأثروا بشكل خارجي اي ان يكون اسم القوة دي ايه بيحاولوا انهم يفصلوا الجسم عند منطقة معينة وبالتالي نتيجة مقاومة الجسم الداخلية نشأ قوة داخلية بنسميها الاسترس الداخلي عن طريق توزيع من القوة الرأسية والافقية ولكن في الحالة اللي احنا بنتعامل معها دلوقتي هي قوة رأسية بحتة لان احنا عندنا القوة مشي الناحية دي والناحية دي فبالتالي لما نقطع من ناحية فهيبقى عندنا اتجاه القوة اه في ناحية فلازم الناحية المعاكسة يكون فيه ورضو نفس اه اتجاه القوة عشان تفضل المنبر ده متزم اه بتظهر بس عندنا مشكلة هي ان بيحصل حاجة اسمها استرس اه الكونسنتريشن استرس الكونسنتريشن استرس ده بيكون عبارة عن اه حاجات زي عندنا فتحات معينة مسلا في الجسم بتاعنا او عندنا مساحة المقطع بتقل فبالتالي بنلاقي ان تركيز الاسترس بيبدأ ان هو يزيد في المناطق القريبة من اه مساحة المقطع اللي تغير او بتزيد القوة في المنطقة اللي حصل فيها التغيير زي ما هو واضح قدامنا هنا في الجزئية دي بنلاقي ان الاسترس بدأ يعلى عن المكان الطبيعي بتاع الماتيريال الطبيعي نتيجة وجود فتحة في الماتيريال وهنا في الناحية التانية كذلك ان برضو الاسترس بدأ يختلف نتيجة اه تغير مساحة المقطع في الاسترس او في الماتيريال اللي بندرسه وده نتيجة زي ما قلنا ان النورمال استرس بيساوي الفورس على الاريا فبالتالي لو حصل تغيير في الاريا سواء بالزيادة او بالنقصان ده هينعكس مباشرة على النورمال استرس اما انه يزيد او ينقص طبعا لان العلاقة ما بينهم علاقة عكسية طيب لو جينا بقى نشوف ايه هي القوة اللي بتأثر معنا سواء تنسايل استرس او كومبريسيف استرس التنسايل استرس هو كل اللي كنا بندرسه من شوية اللي هو قوة بتحاول انها تشد الجسم علشان تفصل طيب في نوع اخر من القوة اللي هي القوة بتاعة الضغط يعني انت بتحاول انك تضغط الجسم بحيث ان انت تعمله انبعاج في المنتصف الانبعاج ده اشهر الامثلة عليه حاجة زي البستون سيلندر سيرستم في الانجين ده بيكون الجسم بتاع البستون وهنا بيحصل عملية ضغط في السيلندر فبالتالي الجسم ده بيكون شايل ضغط وبالتالي الممبرين دي بيحصل لها تشوه او بيحصل لها انها بتشيل قوة ضغط فقوة ضغط بتعمل على ان هي تحول الجسم من الحالة المستقيمة الى حالة منبعجة وزيادة او تقليل مساحة المقطع بتاعها دي اللي بنسميها قوة الضغط فقوة ضغط بتأثر بشكل ضغط للجسم وبرضو نفس التأثير سواء ان انت عملت قوة ضغط فلازم يكون في الناحية التانية في المكان اي مكان انت هتاخد فيه سكشن لازم هيظهر فيه مجموعة من القوة بتاعة المقاومة وبرضو مجموعة القوة دي بنسميها سجمة وطبعا هتساوي الفورس على مساحة المقطع في الحالة اللي كنا لسه بنتكلم فيها من شوية اللي هي ان احنا عندنا قوة شد ففي اي منطقة اخدت فيها سكشن هتلاقي ان قوة شد لازم هتكافئ القوة بتاعة الشد الانترنال ريزيستنس الداخلية اللي هي الار سواء من الناحية اليمنى او من الناحية اليسرى والسلام قوة الشد اشهر الامثلة عليها هي اه الشد في اه الوايرز احنا مثلا عندنا مصباح معين المصباح ده اه مربوط بي اه حبلين كل حبل في قوة شد قوة الشد دي لما تيجي تتفرج عليها بشكل ادق هو عبارة عن الواير اللي هو قدامنا هنا ده الواير ده احنا ممكن ناخد منه مكعب صغير ونبدأ ندرس عليه قوة الشد بتاعته والستريسز عليه طبعا ده كله هنتكلم عليه بشكل منفصل في فيديو اخر ولكن القوة الشد الخارجية وليكن هي بالشكل ده اما قوة المقاومة الداخلية اللي هي بالنحية التانية بعد عملية التأسيم او بعد عملية القطع في الماتيريال في الحالتين سواء التنساء الاستريس او الكومبريسيف استريس بتلاقي ان احنا بيحصل عندنا تشوه في شكل المادة لو انت بتعمل عملية شد للماتيريال خلينا ناخدها باللون الاسود لو انت بتعمل عملية شد للماتيريال هتلاقي ان مساحة المقطع بتاعة الجسم اللي بتشده بتبدأ الحجم بتاعها يزيد بالشكل ده وكذلك ان السمك بتاعها بيبدأ يقل وده طبيعي لان اي حاجة انت بتشدها بتلاقي ان جزء منها بدأت تطول شوية وجابت الطول الزيادة نتيجة ان مساحة المقطع بتاعها او الثيكنس بتاعها بدأ يقل اما في حالة الضغط فانت بتحاول انك تعمل ضغط على الماتيريال فبالتالي بيحصل تقليل في مساحة المقطع بدل ما هي كانت في النقطة دي بقت في النقطة دي فبالتالي بقى عندنا مسافة معينة لها طول الجسم زي الصورة اللي كنا عرضينها من الاول هتلاقي ان الجسم بدل ما هو كان في منطقة عليا هي طبعا بتكون اجزاء من الملي متر ولكن بيكون التأثير بتاعها نوعا ما واضح نتيجة ان انت بتقدر تقيسه بشكل دقيق يعني وفي الحالتين بتلاقي ان احنا عندنا ان الجسم الاساسي اللي هو بالخط الصولد والجسم بعد التشوه او بعد تأثير القوة بقى بالشكل الضغط ففي الحالة الاولى هتلاقي ان الجسم الطول بتاعه زاد نتيجة قوة الشد اللي هو باللون الاصفر في الخطوط الضغط واما مساحة المقطع بتاعته فاتغيرت مساحة المقطع قلت نتيجة زيادة الطول اما في حالة الكمبريشن فالكمبريشن بيحصل له شورتنينج او تقليل في طول البار او المادة اللي بندرسها وبالتالي تقليل الطول ده اللي هو بنديره رمز دلتا وتقليل الطول بينتج عنه زيادة في مساحة المقطع اللي هي بالخط الداش نتيجة ضغطك على الماتيريال فملخص الكلام ان في حالة الشد بيحصل زيادة في الطول وتقليل في مساحة المقطع اما في حالة الضغط فبيحصل زيادة في مساحة المقطع وتقليل في الطول او شورتنينج الطول دي اللي بنسميها اللينير استرين اللينير استرين اللي هو الجزء اليمين اللي هو الجزء ده اللينير اللي هو يقصد بي اه حصل ايه في شكل الجسم بعد تأثير القوة ولكن في الاتجاه بتاع القوة نفسها فبالتالي علشان نجيب اللينير استرين بنحسب الاتشينج في الطول الطول الاساسي والطول بعد الاضافة اللي هو الدلتا الصغيرة دي بنقسمها على الطول الاصلي او الاروجينال لينز اللي هو الال دي بتطلع لنا حاجة اسمها اللينير استرين وهي دي العلاقة بتاعة اللينير استرين اما الجزء اللي على اليسار اللي هو بنسميه اللاترال استرين واللاترال استرين ده اللي هو التغير في مساحة المقطع او التغير في المكان العمودي على تأثير القوة فبنسميه اللاترال استرين وهو برضو التغير في الديمنشن على الديمنشن الأصلي بتاع مساحة المقطع فبالتالي لو احنا عندنا اللي تغير اللي هو البي داش في الحالة بتاعة الكمبريشن أو في حالة الشد هتلاقي إن الدياش في واحدة زاد وواحدة قل فبالتالي بنعمل إن هي البي داش أو الديمنشن بعد التغير ناقص الديمنشن قبل التغير على الديمنشن قبل التغير وده اللي بنسميه lateral strain فبالتالي ملخص الكلام ان احنا عندنا قوة خارجية القوة الخارجية دي اثرت على الجسم سواء في حالة شد او حالة ضغط فبالتالي برضو حصل تغيير في مقاومة الجسم اللي هي بنسميها الاسترس والاسترس ده اما انه يكون compressive او tensile ونتيجة حدوث قوة خارجية او نتيجة حدوث التنسيل والcompressive حصل معاه حاجة بنسميها زيادة في الطول او نقص في الطول زيادة زيادة الطول زيادة الطول جاية نتيجة الشد اما تقليل الطول جاي نتيجة الضغط علشان نحسب الاسترين فبنشوف التغير في الطول ونقسمه على الطول الاصلي ولو عاوزين التغير في او الاسترين في مساحة المقطع اللي هو اللاترالسترين بنحسب التغير في الابعاد على البعد الاصلي طيب ايه العلاقة بقى ما بين الاسترس والاسترين ايه العلاقة اللي بتربط الاسترس والاسترين هو ده اللي هنبدأ فيه ان شاء الله من المرة الجاية بدراستنا الاسترس استرين كيرو ترجمة نانسي قنقر